بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك جاء شاب إلى آية الله سيد علي خان المدني الشيرازي قدست روحه الزكية وقال له بأني واقع في مشكلة كبيرة ولدي حاجات لا تنقضي أبدا تأخرت كثيرا وحاولي تحوط البليات هذا البلاء كل ما أحاول أن أخرج منه أرجع إليه أو أقع في بلاء أكبر كيف يعني ماذا أفعل لقضاء الحاجات ودفع هذه البليات جميعا فقال له آية الله السيد علي خان المدني الشيرازي قدست روحه الزكية اقرأ صورة الإخلاص 71 مرة ولا تتكلم بينهن أبدا فإنه مجرب في قضاء الحاجات ودفع البليات ففعل هذا الشاب ذلك في مجلس واحد قرأ صورة الإخلاص 71 مرة ولم يتكلم بينهن فقال لي السيد علي خان بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح لي باب الفرج وقضية الحوائج وزالت جميع هذه البليات جرب لا تشك العلماء ورثة الأنبياء برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام